لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا على تلاتة وتسعين سبعين وبتبعتلنا على صفحتنا احمد شبير اهلا وسهلا بحضرتكو خلينا نبدأ معاكو بموجز الاخبار اول اخبار هذا الموجز الاهلي يعود للانتصارات بعد غياب استمر تسعة وتسعين يوم بهدف احمد الشيخ في المباراة المؤجلة من الاسبوع التاسع مسبقة الدور العام اخيرا المباراة الحائرة بين المصري وجزيرة مرسى مطروح النهاردة في دور ال 32 من كاس مصر على استاد الاسماعيلية الساعة 5 من مساء اليوم تحد الكرة تلقى موفقة الامن على اقامة مباراة المصري امام الفائز من سالي تاسي البركيني ووكراية اتليتيك الغيني ضمن منفسات دور ال 32 بالكونفدرالية على استاد برسعيد لجنة الحكام تنتظر قرار اتحاد الافريقي بزيادة حكامي ساحة بالقائمة الدولية المصرية لتصبح تسع حكام بدلا من 7 منتصف ديسمبر الجاري المنتخب بالاولمبيا اقترب من اتمام الاتفاق على معسكر مارس المقبل في اسبانيا وخوط 3 وديات امام هولندا وامريكا واسبانيا الاهل يعلن ضم محمد نحمود لعب ودي ديجلة لمدة 4 سنوات ونص بدءا من اول يناير المقبل الخطيب يعود اليوم من المانيا بعد انتهاء رحلاته العلاجية واجتمع مع سيد عبد الحفيظ غدا لحسم ملفات فريق الكرة الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل على هامش النظر في دعوة حل مجلس ادارة اللجنة الولمبية التي تقام اليوم على فكرة الموضوع ده ازمة كبيرة الاسماعيلي يعلن تصعيد الاقباط ضد عصام الحضري بعد تغيب عن امتسال للتحقيق امام المستشار القانوني امس ويحدد جلسة ثانية السبت المقبل هحاول اجيب المستشار القانوني النادي الاسماعيلي حصني عبد الربو ينفي هروبه من مواجهة الانتاج الحربي بالدوري مستيجر باطل بروندي بدوري ابطال افريقيا في باير رسمي واكد ان غيابه كان للاصابة مستيجر باطل بروندي يصل اليوم الى القاهرة تمهيدا لمواجهة الاسماعيلي في اياب الدوري التمهيدي لدوري ابطال افريقيا المباراة المقارن لخامته يوم الاربع المقبل على السادة اسماعيلية تقم تحكيم ليبي بخيادة عبد الحويد عبد الواحد حرويدة يدير المباراة هنا العقبي ومديرا فنال ده منهور بعد اتظار صفاء راجب عن استكمال المهمة والمنصورة ينجح في اخناع ياسر الكناني بالبقاء مع الفريق لنهاية الموصلة احمد المحمدي يشارك في فوس جديد لأسلون فيلا على ميدلس براب توريزها نظيفة وتعادل ويجن مع بولتون بمشاركة سام مرسي في الشامبينشيب حمد صلاحي قدر في البول النهاردة امام ايفرتون في الجولة 14 من دوري الانجليزي مانشستر سيتي يهزم بورنموس 3-1 وعز الصدارته للدوري الانجليزي والمان يونايتد يواصل نزيف النقاط بتعادل جديد مع ثاوس هامبتون 22 في الجولة 14 من الدوري الانجليزي بعد ان كان متأخرا بهدفين يوفونتس يواصل اقتصاح الدوري الايطالي بثلاثية امام فورونتينا وكريسيانو رونالدو في صدارة الهدفين ريفر بليت يصدر بيانة رسميا يعلن فيه رفضه لخوض النهائي كوبا لبرتادرس امام بوكا جونيورز على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الاسبانية مادريد مصر تفوز على تونس 73-64 في الجولة قبل الاخيرة من التصفات المؤهلة لكأس العالم 2019 لكرة سلة بالصين وتواجه الكاميرون اليوم في مباراة حسم المنديل او التأهل للمنديل باسم سمير يحقق انجازا جديدا باحتلاله المركز 35 عالميا في التصنيف الدولي الشطران كاعلى تصنيف لاي لعب مصري او عربي او افريقي في تاريخ اللعب دي كانت العنوين خلينا نتكلم على التفاصيل الموقع الرسمي نادي الزمالك قال في مؤتمر صحفي النهاردة 9 ونص صباحا يعني بعد شوية بمجلس الدولة بدقي على هامش نظر دعوة حل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الموقع قال ان المؤتمر يأتي على هامش الحكم المنتظر في القضية المرفوعة من مجلس ادارة نادي الزمالك لحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية النهاردة الدائرة التانية قررت حجز نظر اربع طيون اقام الزمالك على قرار الصدر من اللجنة الاولمبية بوقف نقل جميع المسابقات خارج ملاعب النادي ومنع رئيس النادي من حضور جميع المنافسات الرياضية في كل الالعاب والاولمبية غير الاولمبية اللي بيشارك فيها للجلسة بتاعت النهاردة قال تبقى القانية الخاصة هي ما عملتش جمعية عمومية وبالتالي كل القرارات باطلة الطائرة الخاصة بالزمالك قالت انه ما حدث من اللجنة الاولمبية بالزهاب الى اللجنة الاولمبية الدولية في سويسرا يعد استقواء بمنظمة اجرامية على نادي مصري وانا الحقيقة يعني بحذر من دلوقتي من يعني تبعات اللي هيحصل انا بقى ايه معرفش الحكم صادر لمين ولا ايه ولا ايه ولا ايه لكن انا بقول لحضراتكم واحنا كده داخلين في سكة صعبة جدا 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 وربنا يسطر علينا بالمناسبة التعادلات المطروحة على القانون الرياضة تم تأجيلها يعني كان النائب سروة سويلم كان خدت وقعات عدد من النواب عشان يبدأوا ينقشوا تعادلات على قانون الرياضة تم تأجيلها ايه بقى اللي بيحصل من حكم النهاردة وقصة وحدوتها ربنا سبحانه تعالى يسطر على الرياضة المصرية اتحاد الكرة بيطلب رد من الشنوي على شكوى 8 مليون جنيه اللي كان قدمها نادي الزمالك قال انه خد 8 مليون جنيه وما ردهمش رغم انه راح انضم لنادي بيراميز طيب ده كان خبر مهم جدا خبر القضية بتاعت اللاجنة الاولمبيئة لكن تعالوا نشوف الخبر الاساسي من وجهة نظري النهاردة وهو خبر الاهلي وبيت روشيت الاهلي بقاله 99 يوم مفاس في الدور العام مش 99 يوم يعني لعب ما شات هو كان خسر من الاتحاد وبعدين خسر من المقاولين ودي تالت مباراة لانه الاهلي قاعد 50 يوم لا يشارك فيه مباريات في المسابقة بسبب البطولة الافريقية وايضا توقف المسابقة بسبب التصفيات الافريقية المؤهلة للنهائية ايه اللي حصل بقى يا جماعة اللي حصل انه امبارح كانت فيه مباراة بين الاهلي وبت روشيت من تشكلة النادي الاهلي تعرف ايه اللي حصل شريف اكرامي بقى هو الحارس الاساسي لغياب الشناوي المصاب لكن شريف عاد الى مكانته الاساسية واعتقد من الصعب انه يعود الى دكة البودلاء حتى بعد عودة الشناوي تاني شريف عاد لمكانته الاساسية كحارس مرمى للنادي الاهلي واعتقد انه اذا استمر على السبات ولم يختبر جدان بالامس لكن فيه ثقة وهدوء وثبات اذا استمر على حالة السبات والثقة والهدوء اللي كانت موجودة عنده من الصعب ان يعود الى دكة البودلاء كريم ندفد لها بظاهر ايمن امبارح وكان هايل وصل التقلق بعد رغم مباراة المقولين الاهلي خسرها لكن الناس كلها اشهدت بكريم ندفد امبارح كان افضل كمان بكتير احمد علاء يعني بيشارك اساسي في الدور العام مبارح وبيثبت وجوده وبيرد على كل الكلام اللي كان بيتقال انه يعني لازم بقى الاهلي يمشي وانه هو اول الصفقات اللي هتم الاستغناء عنها في يناير طلع كلام فابو كلام واحمد علاء قدى بشكل جاي تساعد سمير استعاد جزء كبير جدا من مستوى وكذلك ايمن اشرب لعب هشام محمد وحسام عصول جات له اصابة غريبة جدا حطين اعلان على وراء الجون والاعلان تحتيه حفرة فهو بيدوس على الاعلان لقى هوى نزد انك الرجله اتلوى للأسف الشديد غير من المباراة ولد سليمان كالعادة شكله جيد نصر مهر من افضل مبارياته احمد الشيخ سجل ولد ازارو مارس هويته في تضييع الفرص لكن عمر السلية بيعود مبارح اسلام محارب بيشارك بدل من نصر مهر وباسم علي بعد فترة طويلة جدا بيعود ورغم ان لعب تسع دقايق بالاضافة لاربع دقايق وقت بدل ضائع لكن بيأكد كل مرة يشارك فيها انه لعب كويس مشكلته الوحيدة يعني هي كسرة الاصابة النتيجة واحد صف احمد الشيخ فيديها سبعة الاهل 14 نقطة من 8 مباريات بقى بالمركز 16 بترشدت 15 نقطة من 15 مباراة طيب اخر فوز للاهل كان في 24 اغسطس على حرص الحدود 2 صف ماذا يعني هذا الفوز للنادي الاهل يعني خطوة مهمة جدا للامام يعني عودة ثقة يعني ظهور لعبين جدد في الفريق يعني حالة من الاطمئنان يعني عدد من اللعيبة بيظهروا بشكل جيد يعني انتظار لعودة احمد فتحي وعودة اجاييه مرة تانية للتشكيلة الاساسية الاهل عنده الجونة يوم 5 ديسمبر وعنده طرايع الجيش يوم 9 ديسمبر الاهل كان عنده نوفمبر الحزين لكن بداية ديسمبر قد يكون ديسمبر السعيد الاهل في حالة فوزه في كل مبارياته المؤجلة هيبقى اعتقد في المركز التالت تقريبا يعني هيبقى الفرق خمس نقاط عن الزمالك تقريبا ده لسه حزبيت هنا لحد ما حسبها لكم الضبط وهيبقى فرق النقطة عن بيرامد هيبقى قرب بقى ولسه قدامك 17 مباراة على الدور التاني هيبقى فيها كلام كتير وكتير وكتير لكن مش معنى ان الاهل فاز المباراة ان نقول الاهل بقى حيفوز بكل المباراة لكنها مقدمة جيدة لعودة النادي الاهلي من جديد وده امر جميل لكرة القدم المصرية ويدينا امل ان شاء الله زي ما قلت لكم اللقات التلاتة اللي قلتها في حلقة الخميس قبل ما نطلع اجازتنا اللي هي جمعة وسبت قلت لكم من ضمن اللقات دي الاهلي يعني مش من السهل انه يعود سريعا تقول لي حينها في ساعة دوري لو مفاس بيه المباراة تقول لك لا وتقول لي النفوس بالمباراة المؤجلة كلها سهل اقول لك لا تقول لي ان الزمالك ضمن الدوري اقول لك لا تقول لي ان بيرامت مش منافس على الدوري اقول لك لا منافس ونص وثلاث تربة دي كانت اللقات اللي انا قلتها والان انا مصمم عليها حتى هذه اللحظة الزمالك وبرامت زي لابوا ترتاشر مباراة الاهلي لاب تمانية ونقص له خمسة عشان يكون زيهم لو جاب الخمسة عشر هيبقى الزمالك اه 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 اتنين الاهلي دوري عنده من النقاط اربعتاشر ولو جاب الخمسة عشر يبقى تسعة وعشرين الاهلي لعب سبعة لا الحزبية دي غلط هقولها لكو تاني بشكل افضل يعني عشان اه بس اتحسبت لي بشكل غلط يعني خليني اه اكمل كمان فخبر في غاية الاهمية اللي بصوا يا جماعة من الاخر كده ما تتعافوش قلبكو ولا تحيرو نفسكو ولا تعملو اي حاجة المغرب حينظم بطولة الامم الافريقية 2019 اللي في يونيو اللي جايش خلاص تاني قلتها من يناير بداية السنة وبقولها ديسمبر نهاية السنة قلت الاول ان البطولة سيتم سحبها من الكاميرا حتى الاعلام المغربي بيكلمني جبتها منين مش جبتها منين ما هي تسريبات برضو ولا ايه ماشي المغرب حينظم بطولة الامم الافريقية القادمة خلاص موضوع محسوم وموضوع منتهي فتح باب الترشح قالوا بقى جنوب افريقيا هتقدم ما مش هنظم كل البطولات في جنوب افريقيا مش رايح جاي جنوب افريقيا والمغرب بسم الله ما شاء الله عندها كل حاجة جميلة وكل الاستعدادات انها تعمل بطولة ولا احلى ولا اجمل ولا اروع وبالتالي مبروك على المغرب التنظيم خلاص خلصت الحكاية بس عشان ما حدش بعد كده يرجع يقولك مين هيقدم ومين مش هيقدم ومين ظروف الدوري من ظروف الكاس ولا كل الكلام ده هيمشي مع حد اخيرا اهوتاني المغرب ستنظم بطولة الامم الافريقية 2019 المقررة في اه اه اللي كانت مقررة في الكاميرون وتم سحبها منها في خلال اجتماع المكتب التنفيذي الاتحادر افريقي اليومين اللي فات وخليها نقول فاصل ويعني بفكركم تاني احنا بنستقبل رسائلكو على واحد سبعتين زيرو من اي ترفون محمول ولا اه او من بتبعات الرسائل على تلاتة سعين سبعين او لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة موسيقى موسيقى موسيقى